أيها الرجل إن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا وإن كنت تريد الملك سودناك علينا وإن كنت إنما تطلب النساء فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشر عرضوا عليه الملك والأموال للعدول عن الدعوة فرفض آذوه مراراً وتكراراً اتهموه بمختلف التهم كالسحر والجنون والكذب ليبعدوا الناس عنه طاطعوه وأخرجوه من دياره هاولوا قتله وبالرغم من ذلك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون موسيقى علمان رسول الله أن الإسلام هو دين حق وعدد لا فرك بين أبيض وأسود علمنا رسول الله التسامح والصفح عن المسيء إلينا وكيف نقابل الإساءة بالإحسان علمنا معنى الوحدة التي نحتاجها في حياتنا دائما عندما قال مثل المؤمنين في تبادهم وتراخمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه أضوى تداعى له سائر الجسد بالسهري والحمى علمنا رسول الله أن الله واحد لا شريك له وعليه نتوكل في أمور حياتنا علمنا الدين والمحبة كما قال الإمام الصادق عليه السلام وهل الدين إلا الحب هو الذي قال ليس مننا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويعرف لعليمنا حقه هو الذي نقرنا من الجاهلية وعبادة الأصنام ما هو خير لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعلمنا منه كيف نصمد أمام الانكسار والهزيمة وأن لا نستصل من الظلم في حين تحدى أظلم وأقصى حكام في العصر الجاهلية لينشر دين الله في الأرض وينير قلوبنا بنور الحق والإيمان وما زال العالم بأجمعه إلى اليوم يأخذ من منهج الرسول وأحكام شرائه دستورا للقوالين والشريع رفض محمد بأخذ من يحب المترجمات وانه نبي ورحمة ليس لمسلمين فحص بل للعالم أجمعه حتى رسول الله على طلب العلم في شتى المجالات لهذا كان طلب العلم فريضة على كل مسلمين ومسلمين علمنا رسول الله التواضع فكان يرقع ثوبى ويخصف نعلى ويأكل مع العبد ويخنص داره ويجلس على الأرض ويصافح الغنية والفقير أنتم الذين تحاولون تشويق صورة هذا الرسول العظيم للنيل من مقامه فما عليكم إلا أن تطلعوا على شخصية وسيرة حياة هذا الرسول الكريم لأن كل محطة من محطات حياته تشهد أنه رسول الرحمة أعرفه لتحبه نحبك يا رسول الله ميلوب انتبياء بوصلنك الله خان نحبك يا رسول الله 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 نحبك يا رسول الله